السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك صلي يومين أو ثلاثة أنا وعمالي استخدم توزيعه Elementary OS اللي حسب المطورين وحسب ما مكتوب بموقع الصفحة بموقع التوزيعه أنه توزيعه مناسبه وملائمه للقادمين من ويندوز أو ماك انتوش أو للمستخدمين الجدد خلينا نشوف بفيديو اليوم إذا كان هالكلام صحيح أو لا بدون أي تأخير خلينا نبلش عملية التنصيب بغاية البساطة كل ما هناك أنك مثل العادة أول شي تختار اللغة بعدين تختار لغة الكيبورد بعدين تختار إما إذا كنت بدك تمسح الارث الهارد بالكامل أو أنك تعمل أي خيار متقدم فما فيها أي شي جديد ولكن المختلف هو الواجهة الرسومية لبرنامج التنصيب نفسه منشوفها مختلفة عن الأوبونتو مختلفة عن الديبيان مختلفة عن الأورج هي عصرية وأجمل بكتير من اللي شفنا بغيرها من التوزيعات الاختلاف الثاني هو أنه عملية التنصيب بتتم على مرحلتين بالمرحلة الأولى أنت بس بتنزل بتنصب التوزيع و لا بتحط اسم مستخدم أو ما بتنشئ مستخدم بيعمل عملية إعادة تشغيل بعد إعادة التشغيل راح تحط اسم المستخدم و راح تحط كلمة السر و بتسجل الدخول و ما فيها أي شي جديد الفيديو ما راح أحكي ما راح أعمل جولة على سطح المكتب و إنما راح أحكي عن الإيجابيات والسلبيات للتوزيع و نشوف إذا كان كلام المطورين أنه مناسبة للمستخدمين الجدد أو لمستخدمين ويندوز أو لا خلينا نبلش بالإيجابيات هلا أول شي من لاحظه على سطح المكتب أو التوزيع أنه فيها تشابه بينها وبين الماكينتوش بحيث أنه من تحت في عندي دوك شبيه جدا باللي موجود على ماكينتوش صح كديساين هو مختلف ولكن بالنسبة لواحد جاي من ماكينتوش راح يشوفه جدا شبيه فيه هاد الشبه الوحيد بينها وبين ماكينتوش في نقطة تانية مشابهة لها راح نشوفها بعد شوي بس بالنسبة كواجهة بس عندي الدوك من تحت هو اللي بيشبه الماكينتوش هلا بالنسبة للشيء اللي بيسهل للمستخدمين الجدد التعامل مع التوزيعات هو أنه جاي نازل عليها عدد من البرامج اللي هاي البرامج مختلفة عن البرامج اللي أنا مشوفها بتوسيعات تانية ليش؟ لأنه هاي البرامج مطورة من قبل فريق أليمنتري ليش؟ لحتى يكون فيه تنازق واندماج بينها وبين النظام ككل وبين البرامج التانية المطورة من قبل فريق أليمنتري مثلاً في عندي برنامج للصور في عندي برنامج المتصفح هو متصفح جنوم وأنا لا أنصح باستخدامه أبداً لأنه محدود ولكن يعني فيه فريق أليمنتري عاملين عليه شوية تعديلات واحدة من الإيجابيات اللي فعلاً أنا لاحظتها بكتير توزيعات جديدة مبنية على أبونتو بالتحديد وبأليمنتري كانت بغاية البساطة أنه أنا أول ما فتحت المتجر ورحت على قسم البرامج المثبتة لشوف إذا كان فيه تحديثات أو لا مباشرةً طلعت عندي تعريفات انفيديا فأنا ما كنت مضطر أعمل أي خطوات إضافية ولا أني أفتح التيرمينال لحتى أني نزل تعريفات انفيديا وبعد إعادة التشغيل كان عمله يستخدمها بشكل مباشر بالنسبة للجمالية كمان أنا ما رحقول أنه هي أجمل توزيع استخدمتها لحد الآن طبعاً يعني إذا الواحد بدأ يحكي عن الجمالية في عنها الديبن اللي هي قمة الجمال ولكن التوزيع كأناقة وكإنثيابية جميلة جداً وفي عندي من برنامج الإعدادات ممكن أني أختار بين الثيم الداكن والثيم الفاتح بدون ما كون مضطر أني روح لبرامج إضافية لحتى غير هالثيمات وهذا الشيء الثيم بينطبئ على كل البرامج المطورة من قبل فريق ألمنتري مثل ما حكيت أنه هني اشتغلوا فترة لا يقل عن سنتين لحتى أصدروا النسخة السادسة اللي عمالنا نشوفها اليوم لحتى يضمنوا أنه كل البرامج متناسقة فيما بينها كمان من ضمن تطبيق الإعدادات ممكن أني يغير اللون الثانوي اللي بيطلع على الأزرار على الأيقونات في عندي عدة ألوان ممكن أني أختار منها هذا الشيء كي يدقي بلازما بالإصدار الأخير كمان عملوا نفس الخطوة كمان من واحدة من الأمور اللي بتبسط على المستخدمين الجدد استخدام النظام أو التوزيعة هو أنه تطبيق الإعدادات أو برنامج الإعدادات بسيط جداً ما في أي تعقيد ما في عندي مليون خيار مثل ما بشوف كي دي إي بلازما وإنما بيحتوي على أغلب الأشياء أو الإعدادات المستخدم الجديد أو حتى المتقدم ممكن أن يكون محتاجها ضمن GUI يعني ضمن برنامج مع واجهة رسومية أنا شو بدي؟ أنا بدي إعدادات الشاشة موجودة بدي إعدادات الصوت بدي إعدادات سطح المكتب فكل هاي الأمور موجودة وشبيهة هاي واحدة مشابهة لبرنامج الإعدادات الموجود بالماكنتوش واحدة من الشيالات اللي شفتها أنا وعمالي سبت تعريفات انفيديا أنه طلعت عندي رسالة تحذير عمالة قللي أنه هذا البرنامج لم يتم مراجعته من قبل فريق أليمنتري كنوع من أنواع الأمان والخصوصية الشريط العلوي بيحتوي على الأمور الضرورية اللي ممكن أنه أنا احتاجها فمسلا منشوف أنه على يمين الشريط في عندي أيقونات الصوت الواي فاي أو الإنترنت في عندي مركز الإشعارات وفي عندي زر تسجيل الخروج أو إعادة التشغيل بينما في منتصف الشريط أبشوف أنه في عندي الساعة والتقويم وعلى يمين الشاشة على يمين الشريط أبشوف أنه في عندي قائمة التطبيقات بالنسبة للدوك اللي بالشاشة من تحت مثل ما حكيت اللي هو شبيه بالماكنتوش كمان بيحتوي على المجموعة من التطبيقات أو الأيقونات للبرامج الأكتر استخداما مثلا مشوف أنه في عندي المتجر في عندي المتصفح في عندي التقويم في عندي أيقونة المالتي تاسكينج في حال أنا ما عرفت شو وظيفة أي أيقونة موجودة على الشريط العلوية أو أي زر فأنا بس بمجرد أني حطت الماوس عليه بدون ما أضغطه راح تطلع لي كنافزة مصغرة بتقلي شو وظيفة الزر أو الأيقونة بالنسبة للساعة اللي موجودة بمنتصف الشريط العلوي أنا إذا ضغطت عليها راح يطلع لي نافزة تقويم مصغرة مع كافة المواعيد اللي أنا قمت بإنشاءها بتطبيق التقويم المطور من قبل Elementary OS بالنسبة للزر تكبير النافزة اللي أنا فاتحها هو موجود بمكانه المعتاد لمستخدمين ويندوز بمعنى أنه محطوط بالمكان الصح على يمين النافزة وليس على يسارها مثل ما منشوف بتوزيعات تانية أو بالماكنتوش بالنسبة للمتجر هلا المتجر هو شي مميز كإيجابية وسلبية بـ Elementary OS خلينا شو شو هي إيجابيته؟ إيجابيته أنه تصميمه بسيط جدا وأنيق وعصري بحيث أنه أنا في عندي تبويبات لأهم الأمور اللي ممكن الواحد يحتاجها لأهم الكاتيجوريز اللي ممكن الواحد يحتاجها مثلا في عندي تبويب للرسوميات في عندي للأوفيس من هالأمور يعني أني دور على أي شي محتاجه هو بس مجرد أني يروح للتبويب اللي أنا بديها كمان في عندي النافزة الثانية بالمتجر اللي هي للبرامج المثبتة اللي عن طريقها كمان ممكن أني نزل التحديثات في حال وجودها يعني ما في داعي أني يروح للترمينال لحتى نزل التحديثات بالنسبة لشاشة تسجيل الدخول كمان هي بسيطة ما فيها أي عناصر غير ضرورية اللي موجود فيها أنه بينص الشاشة من فوق في عندي الساعة وبالنص وتحت الساعة مباشرة بنص الشاشة بالضبط رح شوف أنه في عندي صورة المستخدم مع خانة كلمة السر بالنسبة للتوزيع بالنسبة للواجهة الرسومية المستخدمة بـ Elementary OS اللي هي اسمها Pantheon استغلاقها للرام أنا ما شفته كبير أبدا يعني بعد الإقلاع مباشرة الإقلاع البارد مثل ما بيسمى كانت يا دوب عمالها تستخدم بحدود 700 ميجا وهو رقم لا بأس فيه يعني كواجهة معتمدة على أنه يكون فيها اهتمام بالتفاصيل ف700 ميجا يعتبر رقم جيد بالنسبة للشغل الثاني المتشابهة مع الماك ووقت اللي بفتح متصفح الملفات رح شوف أنه في عندي طريقة عرض ممكن أني أعرض محتويات المجلدات أو المسارات بشكل أعمدة مستخدمين الماك بيعرفوا هذا الشيء أنه أنا ممكن أني وقت اللي يفتح مجلد بدل ما يفتح ليه ضمن نافذة جديدة أو تاب جديد أو يفوت للمجلد لا بيطلع عندي عمود على يمين المجلد الأساسي بمحتويات هذا المجلد هلا في حال أنا كنت جاي من توسيع لينوكس ثانية تستخدم GNOME رح شوف أنه زر تسجيل الخروج وإيقافة التشغيل موجود بمكانه المعتاد اللي هو بالطرف اليمين من الشريط العلوي كمان إذا أنا كان في عندي سيرفر أو عندي جهاز ناز موجود على شبكتي المحلية فالوصول لمحتويات هذه الناز أو السيرفر بتتم مباشرة عن طريق متصفح الملفات وما في داعي أن يروح لمكان ثاني لحتى تشوف محتويات الناز وبرنامج الأدادات يعني ما في داعي أني أنا أضغط على كل أيقونة أو كل خيار لحتى لاقي الشيء اللي عمال يدور عليه لا مباشرة من خانة البحث الموجودة فوق ممكن ندور على أي شيء بديها وكمان واحدة من الشغلات اللي أخرت صدور النسخة السادسة غير أنه يعملوا على الثيمات وعالدارك مود واللايت مود هو دعم حركات الأصابع على التوتش باد دعم الجيستشرز يعني هلأ أنا هون في عندي دعم لثلاث أصابع أربع أصابع ممكن إذا حركتهم على اليمين يروح للورك سبيس الثاني ممكن إذا حركتهم لفوق يفتح للمالتي تاسكن فهذا الشيء كمان أخذ منهن وقت كبير بس الحق يقال أنه مندمج بالنظام بشكل جيد لأنه ما بيستخدم الطريقة اللي أغلب التوزيعات الثانية أو البيئات الرسومية الثانية عمالها تستخدمها لا اعتمدوا على طريقة جديدة خلتها تشتغل بشكل فعال جدا هلأ إذا ما حكيت هذه المعلومات قبل بحكيها أنه الواجهة الرسومية هي هي مبنية على جنوم ولكنها ليست جنوم وفي اختلاف كبير بينها وبين جنوم يعني مثلا أنا إذا أجيت لحتى مثلا ثبت جنوم تويكس بتتثبت بس ما رح تشتغل معي لأنه ما لها جنوم فهي خليها بالك أنه التويكس ما بتشتغل على ألمنتري أو اس هلأ خلينا نشوف شو في سلبيات للتوزيع أكيد يعني ما في شي كامل وهي التوزيع مثلها مثل غيرها من الأشياء فيها سلبيات واحدة من السلبيات أول شي لاحظته أنه أنا عمالي نص بالتوزيع أنه ما طالع لي خيار أني اختار المنطقة الزمنية وبعد ما أقلعت من النظام الساعة طلعت عندي غلط وكنت مضطر أني يروح لبرنامج الأعدادات لحتى أضبطها هلأ ما لديه الأمر الكبير بس كل التوزيعات الثانية تعطيني خيار أني اختار المنطقة الزمنية فليش بالألمنتري أو اس مالها موجودة كمان واحدة من الشغلات اللي شفتها يعني لازمها شغل أكتر من قبل الفريق المطور هو إذا أنا بدي أغير إعدادات الشاشة مثلا بدي أغير الدقة أو بدي أغير التردد فبشوف أنه أيقونة أو زر الإعدادات الخاص بالشاشة نفسها بالمونيتور اللي عندي محطوط ضمن بمكان يعني لا يسهل الوصول إليه رح تشوف أنه موجود بزاوية الشاشة بلون شبيه بلون الشاشة اللي طال عندي اللي هو اللون الأزرق فما لو يعني الوصول إليه كنظرة أولى رح يأخذ منك عدة لحظات أو عدة ثوانيل حتى تقول أنه هذا اللي بدي أغيره اللي موجود هون جيبه لا لازم أنك تدور هلأ ما حكيتها ضمن الإيجابيات بس هو بالنسبة لدعم اللغة العربية أو إضافة اللغة العربية مثلها مثل ما شفت بتوزيعات تانية هو موضوع بغاية البساطة يعني مباشرة من برنامج الإعدادات منضيف دعم اللغة العربية بس السلبية اللي مثلها مثل غيرها كمان أنه دعم اللغة العربية ماله كامل في عندي بعض الأشياء اللي مالها معربة بتطلع بالإنجليزي أو إذا كنت حاطت لغة تانية رح شوف أنه دعم اللغات التانية لسه أحسن من دعم اللغة العربية هذا الكلام لا يعني أنه لينوكس سيئ مع اللغة العربية بس لسه بده شغل أكتر كمان باعتبار أنه عمالنا نحكي عن اللغة العربية اللي معروف أنه أنا وقت اللي بغير من اللغة لتانية لازم أني أعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول لا بالنسبة للي أنا واجهته ممكن أنه غيري ما يشوف هاي المشكلة أنه وقت اللي أعمل تسجيل خروج لحتى يغير اللغة سواء من العربي للإنجليزي أو من الإنجليزي للعربي تسجيل خروج ما بيشتغل الجهاز بيعلق ولازم أني أعمل إعادة تشغيل بشكل قصري أني أضغط على زر الباور لحتى يطفي وأرجع شغل مرة تانية فما بعرف هاي المشكلة إذا موجودة مع كل مع كل الناس أو بس أنا صارت معي اللي كمان واحدة من السلبيات اللي ما بعرف ليش المطورين عملوها هيك أنه وقت اللي بضغط على زر الويندوز على الكيبورد هلأ المتعارف عليه أنه يفتح لي قائمة التطبيقات أو قائمة إبداء بس هون بألمنتري أو اس لا وقت اللي بضغط على الزر بيفتح لي نافذة اختصارات الكيبورد هلأ أوكي الاختصارات ضرورية وأنا لازم أن يعرفها بس ليش أنت حاطت الاختصارات على زر الويندوز لا خليها بمكان تاني وخلي زر الويندوز مثل ما كل الناس متعودة عليه أنه يفتح لي التطبيقات هلأ منيجي لأكبر سلبية والشيء اللي هو عكز اللي بيقولوا عنه أو المطورين قالوا أنه هاي التوزيع هي للمبتدئين أو اللجعين من ويندوز اللي هي المتجر والتطبيقات يعني المتجر كل اللي موجود عليه سبعين أو ثمانين تطبيق فأنا إذا دورت على فايرفوكس ما رح لاقي إذا دورت على وورد أو على سبريتشيت ما رح يرجع لي أي نتائج رح يقول لي أنه ما فيه ليش؟ لأنه متجر elementary ما فيه عليه غير التطبيقات اللي فريق elementary شافوها بنفس هون وعملوا عليها شوية تعديلات فأنا كيف بدي نزل برنامج معناها؟ هون بيقول لك وقت اللي أنت بتدور على برنامج وبيقول لك أنه ما له موجود رح يطلع لك أنه أنت يروح للفلات هاب أو فيك تنزلوا عن طريق الفلات باك بس بالنسبة لواحد مبتدئ أو لواحد جاء من ويندوز أو ماك أكيد ما بيعرف شو هو الفلات هاب أو الفلات باك ووقت اللي رح يشوف أنه المتجر ما رح يجعله أي نتائج بدي يروح يدور على الإنترنت لحتى ينزل البرنامج اللي بدو يا هاد إذا عرف كيف ينزلوا أو بدي يروح للترمينال وبالنسبة لواحد مبتدئ أكيد ما رح يعرف كيف يتعامل مع الترمينال هل باعتبار أنه التوزيع مبنية لأوبونتو فأنا فيني عن طريق الترمينال أني نزل اللي جنوم سوفتوير برنامج متجر الجنوم بس ليش ليش يعني لحتى أنت ما تعطيني هذا الخيار من البداية طيب أنت خلي المتجر تبعاك اللي عليه برامجك اللي أنت راجعتها ومتأكد أنها بتشتغل بشكل متناسق مع باقي البرامج مع باقي النظام بس أعطي المستخدم الجديد أو المبتدئ خيار تاني لحتى ما يضيع يعني هلأ أنا كيف بدي أعرف أنه لازم روح للفلات هاب أو للفلات باك إذا أنا بالأساس ما أعرف شو هو الفلات باك فيعني هاد شي نقطة تحتسب ضدهم لا معلش رجال التوزيعها حلوة وقعدوا سنتين أو أكتر وهن نعمالهم يطوروا بالإصدار السادس بس المتجر سيء للغاية ما في عليه أي تطبيق مفيد يعني للأسف أغلب التطبيقات الموجودة عليه ما هي اللي بتهم المستخدم كمان هلأ أنت في حال رحت ونجحت ونزلت أي برنامج فلات باك أو من الترمينال راح تشوف أنه البرامج هاي ما في انسجام أو تناسق بينها وبين برامج متجر إلمنتري يعني إذا كنت أنا عمالي أستخدم الثيم الغامع راح شوف أنه البرامج الثانية اللي نزلتها من الترمينال ما راح تاخد هاي الشي ما راح تاخد الثيم الغامع ليش؟ لأنه مالها مدعومة من قبل فريق إلمنتري فبتمنى أنه بالإصدار الجاية يطوروا المتجر أو يضيفوا متجر تاني ألا هيك نكون وصلنا لنهاية المراجعة طبعا أنا ما بدي أقول أنه التوزيعة سيئة بالعكس التوزيعة لا بأس فيها وبالنسبة لواحد اعتماده بس على المتصفح أو ماله من الناس اللي بده تروح تنزل برامج راح يلاقي كل الأشياء اللي بده ياها موجودة فيها بس بالنسبة لواحد بننسل توزيعة وبيحب يجرب البرامج ما بنصح فيها هلا إذا كنتوا أنتوا جربتوا التوزيعة تركوا لي بالتعليقات إذا كنتوا بتوافقوني الرأي أو لا لأنه ممكن أنه كنت سلبي ضد التوزيعة ولكن متما لا بأس فيها فياريت إذا حد جربها يقل لي شو رأيه إذا كان بوافقني أو لا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وبالتقي فيكم بالفيديوهات الجاي بأمان الله